ايضا محمد صبحي اللعب اللي ده تم اعارته من الزمالك الى فارقه حارس مميز جدا محمد وشفناه مع الاتحاد السكنداري متقلق بشكل كبير اللعب تم اعارته في بند شراء ايضا وجود بند شراء ب20 مليون جنيه في اقتار النادي الاهلي الفترة اللي فاتت كان بيبحث على بيبحث عن حارس ماما سواء محمد بسام او المهدي سليمان لكن تم تأجيل البند ده او تم تأجيل نقطة حراسة المرمى للموسم ده طبعا في امور بتاحده زي ما بقولوكو احنا ممكن نقول خبر في مشاورات ومفاوضات بتحصل فبتخلي الخبر اللي احنا بقول اللي هو مؤكد بيتغير او بيتم تعديله وده موجود زي ما بقولوكو في الاعلام الرياضي وفي الرياضة بشكل عام نهاردة ممكن تلاقي مفاوضات ممكن تلاقي حاجات حصلت داخل المفاوضات دي بيتم او بيخلي النادي يغير اتجاهه ويروح لمفاوضات للعب اخر وده اللي بيحصل وبالتالي 20 مليون جنيه لو فاركو يعني فعل بند شراء محمد صبحي من اهتمامات النادي الاهلي في حراسة المرمى هذا اللعب او هذا الحارس محمد صبحي حارس مرمى واعد صغير في السن حارس منتخبنا الولمبي وبالتالي طبعا واحد من الاهتمامات اللي موجودة في حراسة المرمى لكل الفرق الكبيرة في ريا مصر ما زالت ازمة اجايه في النادي الاهلي موجودة اللعب يعني زي ما قلوكم هو خلص في فاركو الامور بالنسبة له هو خلص في فاركو وماضي والوكيل بتاعه يعتبر هو المسؤول عن فاركو في كل التفاصيل او كل حاجة داخل نادي فاركو وبالتالي اجايه يعني منتظر هو دايما هو الوحيد اللي في قيمة الانتظار يعني النادي الاهلي عنده ثلاثة مفروض يحطهم الوحيد اللي موجود في قيمة الانتظار هو اجايه وبالتالي هو منتظر ان فترة القرية تنتهي بقى ويبقى فري ويمشي من النادي الاهليه ويحصل عملية شكوى يعني معرفش تفكيره ده بس ده المتوقع لو حصل ان اجايه ما ياخدش فلوسه او اللي يتفق معاه مع النادي الاهليه ويمشي زي ما بنقول بسلام وبالتراضي هتبقى في مشكلة بعد فترة القدمة تنتهي اجايه هاشتكي النادي الاهليه وياخد المبلغ الخاص به انت بتكلم على ما توقع من عقده وعقده الحقيقي بيوصل لمليون دولار وده اللي عايزه اجايه هو عايز كده كان في كلام ان هم وصلوا لتلاتين في المية من العقد بتاعه خلاص والامور تيمشي بكده لكن تتجدد امور زي ما بقول لكم في الرياض او في كرة القدم اجايه حتى الان ما وصلش مع النادي الاهلي الى حلول في موضوع المبلغ المالي هيتقضى وبعد كده يمشي الى نادي فارقه لكن هو ماضي الفارقه والامور بالنسبة له يعني منتظر بس فقط ان هو يمشي بسلام من النادي الاهلي ده بالنسبة لاجايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة